اهلا بكم مشاهدين من جديد إلى هذه الحلقة من حوار الساعة ضيفنا اليوم هو الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي في البحرين سيد عبد النبي سلمان اهلا بك من جديد سيد عبد النبي كنت تحدث قبل الفاصل عن المبادئ السبعة التي أطلقها ولي العهد وقلت أن وزير العدل البحريني أخبركم مؤخرا بأن هذه المبادئ لم تعد قائمة هذا كلام جديد في الواقع هو ربما جديد لأنه جديد في الموضوع أن الحكومة في البحرين لم تعلن ذلك رسميا لكن هذا الكلام قيل لنا عندما طلب وزير العدل في البحرين اللقاء الجمعيات السياسية قبيل الذهاب إلى جنيف وكنا من بين جمعيات التي اتقاها وزير العدل وزير العدل أنا شخصيا سألت هذا السؤال لمعالي وزير العدل في البحرين حول لماذا لا تكون وثيقة والإلعادة أرضية يمكن تطويرها ويمكن للمعارضة أن تقبل فيها وأيضا للموالاة أن تنظيم معها فأجابني وزير العدل شفاهة أن هذه الوثيقة لم تعد قائمة هذا الكلام ليس من بنات أفكارنا طيب قبل أن أنتقل إلى موضوع لجنة تقصي الحقائق لابد من الوقوف عند الاجتماع الذي عقدته دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا منذ عشرة أيام تقريبا أقرت فيه تعديل الاتفاقية الأمنية بما ينسجم حسب ما قالت وتطلعات المرحلة لسنا ندري لغاية الآن ما هي أو طبيعة هذه التعديلات لست أدري إن كان لديكم أي معلومات أو معطيات بهذا الشأن وما الخطورة التي تتحسسها دول مجلس التعاون الخليجي لتقوم بتعديل الاتفاقية أولا أنا أعتقد هذا السؤال في وقته وفي مكانه المناسب لأن هذه الوثيقة نحن ننظر لها في البحرين وأنا متأكد وأجزم أن كل القوى السياسية التي يعنيها مصلحة المنطقة في البحرين ترى في هذه الوثيقة بالفعل حالة من الغموط لا ندري حقيقة ماذا يدور في هذه الوثيقة لا ندري لماذا وافقت دولة مثل دولة الكويت الشقيقة على الوثيقة بعد أن تمنعت في 1994 كما أعتقد لا ندري ما جرى من تعديلات كقوى سياسية هي أقرت الاتفاقية عام 1994 نعم لكن هناك تحفظ من الكويت حسب ما أعلم على بعض بنوذ هذه الاتفاقية وبالتالي عدلت الاتفاقية مؤخرا طبيعة وكون هذه التعديلات لا نعرف كقوى سياسية عن ما يجري أنا أعتقد من الأولى في ظل هذه الأوضاع المقلوبة في المنطقة وهذه الأوضاع المتصاعدة في البحرين والكويت يجب أن يكون هناك وضوح من الجانب الرسمي في الدولتين الشقيقتين البحرين والكويت وجميع الدول الخليجية لشعوبهم حول هذه الاتفاقية وطبيعتها لا نريد أن تكون الاتفاقية يعني صيغة بطريقة لكن سيد عبد النبي اتفاقية أمنية يفترض أن يكون فيها الكثير من جوانب السرية يعني لن تعرض على استفتاء شعبي في النهاية لا نريد أن تعرض على استفتاء شعبي لكن نريد على الأقل في الحدود الدنيا أن تطلع برلمانات هذه الدول في البحرين وفي الكويت وفي دول أخرى أيضا هناك برلمانات وهناك جهات استشارية يجب الرجوع لها ثانيا دولنا في الخليج البحرين تحديدا تتحدث عن الشفافية في الطارح وكذا هذه الأمور أنا أعتقد يجب أن ننظر لها بحذر وبقلق بالغ لأن لا نريد أن تتحول منطقتنا عوضا عن دولتنا البحرين إلى منطقة أمنية ومنطقة يحكمها الهاجس الأمني والهاجس العسكري لاحظنا بكل وضوح أن ما فعلته ما فعلته قوات درع الجزيرة عندما دخلت البحرين من حالة إرباك للأنظمة والشعوب وأيضا للمستقبل قوات بهذه الحجم وأيضا للأنظمة لا أعتقد أنها أحدثت إرباك للأنظمة ربما لبعض الفئات أو الشرائح أو الشعب لكن الأنظمة بكل الأحوال يفترض أنها كانت موافقة كل أنظمة الخليج على خطوة من هذا النوع نحن نفترض أن هناك كما أسلفت هناك حوار كان يدور قبيل دخول القوات درع الجزيرة إلى البحرين وكان يمكن لهذا الحوار أن ننجح وكانت القوى السياسية المعارضة ونحن من بينها حريصون جدا أن ننجح هذا الحوار لأننا نرى في ذلك مستقبل البلد وبناء على ما طرحه ولي العهد كنا نمضي في هذا الحوار بكل إيجابية ومع كبار المسؤولين في الدولة لكن سرعان ما قطع ذلك بحكم تدخل قوات درع الجزيرة الذي فرض واقعا مغايرا أنا أعتقد هذا الواقع فرض على الشعوب في المنطقة والبحرين تحديدا وفرض أيضا على الأنظمة واقعا ربما لا تستطيع أن تستمر فيه كان فيه إشارة واضحة خلال هذا الاجتماع للبحرين تحديدا الدول المشاركة فيه أعلنت تضامنها الكامل مع البحرين ومع كل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحمايتها والحفاظ على أمنها وكأن المستهدف الأول من تعديل الاتفاقية كانت البحرين هل ترون ذلك؟ نحن أعتقد يجب أن لا يكون مصير البحرين وهوية البحرين وتوجه البحرين كدولة وسيارة البحرين يجب أن لا تمس تحت أي نوع من المسميات اتفاقية أمنية أو تدخل خارجي هذا النوع من الاتفاقيات السرية في الموضوع لا تخدم الأنظمة السرية في الموضوع والغموض نعتقد أن اتفاقية بهذه الطريقة وهذه الأهمية يجب أن تشرك فيها الشعوب ويشرك فيها الأحزاب السياسية المعارضة والوطنية على الساحة ويجب أن لا تكون وسيلة فقط لمطاردة النشطاء السياسيين والحقوقيين في البحرين من يدري ربما تكون هذه الاتفاقية أو تعديلها تمهيد لمرحلة التكامل بدل التعاون التي تعيش فيها خاليا دول الخليج وطرح هذا الطرح من قبل أنه يجب أن ننتقل من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل هل ينجح هذا؟ أنا أعتقد أنها دللت دول المجلس التعاون الخليجي وبكل أسف أنها ليست في صدد تفاقيات تكامل إلا ربما في الجانب الأمني ربما تتكامل أمنيا لحماية الأنظمة وليس لحماية الشعوب هذا النوع من الاتفاقيات في دول الاتحاد الأوروبي وفي كل دول العالم المتحضرة تكون الاتفاقيات لمصالح الشعوب أولا وليس في مصالح الأنظمة نحن لا نريد أن نجزم أو نستعجل الحكم على هذه الوثيقة لكن من تجربتنا كقوة سياسية أن هذه الاتفاقيات لا تصمر كثيرا لأنها تتجه لحماية الأنظمة ولا تتجه لي ولا يعنيها تحت أي بند حماية الشعوب هذه نقطة مهمة جدا ننظر لها بقلق لأنها لا تعني أننا نريد أن نقول أنه لا حاجة للأمن بالعكس كل دول العالم تحتاج للأمن الأمن حاجة ضرورية للتنمية الشاملة في البلد لكن لا يجب أن تكون على حساب الشعوب نحن ننظر لها بقلق لأن بالفعل نرى أن دولة مثل البحرين انتهجت هذا النظام على الأقل خلال السنتين الماضيتين لا يمكن أن تكرس هذا الواقع الأمني على شعبها وأن تستمر فيه لأن ذلك يتعارض مع التوجه في العالم ويتعارض أيضا مع رغبات شعب البحرين في الحرية والديمقراطية ونتيجة هتين السنتين شكلت لجنة تقصي حقاق عرفت بلجنة باسيوني نسبة إلى الدكتور الذي رأسها هو محمود شريف باسيوني الدكتور والقاضي الدولي مصري بالأصل لماذا لم تطبق توصيات هذه اللجنة؟ من عرق التطبيق برأيك؟ أنا أعتقد واضح جدا أن من يعرق توصيات لجنة تقصي الحقاقة التي أشرف على الدكتور محمود شريف باسيوني وهذا أيضا باعتراف رئيس اللجنة نفس المستشار باسيوني كان له حديث من ثلاثة أيام عن هذا أن هناك لا توجد إرادة حقيقية لا توجد إرادة سياسية لتطبيق ما ورد من توصيات أنا أعتقد كنا في البحرين وقد مر الآن بالضبط سنة ويومين على هذه الاتفاقية أو ثلاثة أيام كنا نعتقد أن هذه الاتفاقية يمكن أن تشكل حالة من التحول نحو الاستقرار والانسجام الوطني والمضي نحو الحل السياسي لكن الذي حدث هو العكس علينا أن نقول أن بالأرقام وبالحقائق أن عدد الضحايا الذين سقطوا بعد توقيع البحرين وبعد التزام البحرين أمام العالم بتنفيذ هذه التوصيات حجم الانتهاكات خطير جدا في البحرين هذا ما أشارت إليه منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر مؤخرا وقالت بالفعل أن الانتهاكات زادت يعني لم تقف عند حد أو تتراجع لا بل أصبحت بوتيرة أكبر بس غريب هذا الكلام سيد عبد النبي يعني الحكومة توافق على إنشاء هذه اللجنة توافق على أن تصل هذه اللجنة إلى كل الأفراد كل المؤسسات كل المسؤولين حتى وفي النهاية نقول أنه انقلبت عليها أيضا حتى أنه هناك إجراءات تتخذت يعني أنا أقول لك أنه تم إحالة 107 أفراد من منتسبي الأمن إلى المحاكمة هذه كلها إجراءات يفترض أن الحكومة والسلوطات البحرينية اتخذتها بناء على تقرير اللجنة أو مطالب المعارضة وخلافه أعتقد أن ما جاء في شهر إيلول في سبتمبر إيلول الماضي عندما أجمع الدول العالم كلها بما ذكرت يعني كل حلفاء البحرين الكبار والصغر منهم على ضرورة أن تمضي البحرين نحو الحل السياسي وتطبيق توصيات اللجنة المستقلة تقصي الحقائق وألزمتها الآن بدلا من توصيات بسيوني بتنفيذ أكثر من 145 توصيات في جنيف سبتمبر الماضي وهذه أكبر دولة في العالم ربما حسب علمي يطالب منها بتنفيذ هذا العدد وهذا الكم الكبير من التوصيات أنا أعتقد دولة مثل الكيان الصهيوني أيضا لم يوجه لها هذا النوع من التوصيات والتي جلها ترتبط بمسألة حقوق الإنسان والحل السياسي في البلد وبالتالي نحن نستعدون أن نتعاون كقوة سياسية مع النظام من حيث أن نمضي في مشروع حل شامل للبلد ينقذ البلد وينقذ أيضا حالة الاستقرار والوحدة الوطنية المعارضة السياسية المسؤولة والموضوعية التي تضع الأمور في نصابها الآن تطالب بإصلاح النظام بشكل جاد وحقيقي من يخطو الخطوة الأولى وكأنها أزمة ثقة بالدرجة الأولى أكثر منها أزمة سياسية أو أمنية ربما بالفعل الأزمة في البحرين فيها حالة كبيرة جدا من أزمة ثقة التي تعمقت مع السنوات ومع مرور السنوات لأن كثير من المشاريع كثير من الوعود أعطيت في البحرين من قبل النظام لكن فشل النظام حتى هذه اللحظة في أن يحقق حتى الجزء اليسير منها لا يمكن أن نقبل كشعب في البحرين وكالقوى السياسية أن تستمر حالة الانتهاكات فقط أريد أن أعطيك مثال هنا منذ سبتمبر أيلول الماضي حتى هذه اللحظة ومنذ أن التزمت البحرين أمام دول العالم على التنفيذ 145 توصية قتل لنا أكثر من ثلاثة أو أربعة شبان لحد الآن هؤلاء قتلوا بدم بارد في شوارع وقرى البحرين كيف خلال استباكات بين قوات الأمن والمحتاجين حتى بعضهم لم يكن حسب الشهود تقدموا للعدالة أنهم لم يكنوا حتى مشاركين في التصادم مع قوات الأمن لكن هل يؤقل أن يأتي أفراد من قوات الأمن ويقتلوا الناس هكذا أنا أعتقد ما نشهده على الأرض في البحرين هو بالفعل حالة من الانتهاكات العميقة في البحرين التي تجري من دون مسوغ قانوني أو مسؤولية إنسانية تجاه شعب فقط يطالب بحريته وديمقراطيته نحن لا نطالب أبدا ولا نقبل بأن يكون هناك إسقاط للنظام نطالب بحالة من السلم الوطني والاستقرار الأهلي مبنية على مشروع سياسي حقيقي وجاد لا يصمد فقط مع الوعود وإنما يستمر فعلا على الأرض وعلى واقع الأرض لأننا ما نعاني في البحرين كبير جدا لا نريد أن ندخل شعبنا تحت أي مسوغ في كثير من المعاناة لأن المعاناة التي يواجهها شعب البحرين كبيرة جدا خاصة أنها مغيبة عن أنظار العالم نحن نتحدث باسم الشعب البحريني ليس كل الشعب ربما يوافق على طروحات المعارضة وهناك تسييس تطيف انشئنا من الطائفية لما يجري في البحرين نعود إلى السؤال الأول وكأن المعارضة لم تنجح في القول للعالم أن مطالبنا وطنية بحتة محلية بحتة ليس فيها أي شكل من أشكال الطائفية أنا أعتقد أن من الموضوعية أن نقول أن هناك بالفعل شارع يعني يسمى في البحرين بشارع الموالى هناك جمعيات اختلقت بين الأحداث لكي يكون لها برنامج معارض للمعارضة هي موجودة على الساحة لا أحد يستطيع أن ننفيها هناك جمعيات الإسلام السياسي السني تحديدا موجودة في الشارع منذ فترة طويلة وهم الإخوان والسلف موجود لهم أجندتهم ولا نختلف مع وجودهم على الساحة كقوة سياسية لها برنامجها نختلف مع البرنامج لكننا لا نرفض وجهة نظرهم أو ما يطرحون لأن هناك تعددية في الشارع البحريني يجب أن تحترم من قبلنا كمعارضة ومن قبل النظام أيضا لكن نحن نتكلم من واقعنا كمعارضة سياسية أنا أعتقد أن الأجندة الأجندية ليست ضد أي مكون من مكونات الشعب البحرين بالعكس الكثير من الشعارات التي نرفحها والمطالب التي نرفحها تطرحها القوى الموالية بين قوسين في برامجها السياسية مثلا عندما نطالب لمحاربة الفساد اذهبي إلى شعارات الحملات الانتخابية تتكلم عن محاربة الفساد عندما نقول دولة القانون المؤسسة الفساد يفترض أنه لا سني ولا شيعي ولا مسيحي يفترض أنه يطلق كل شرائح المجتمع هل هذا يعني أنه تطمئن إلى أن لا صراع طائفي للآن ولا في المستقبل قد يحدث في البحرين أنا أعتقد أن المعارضة السياسية لا تسعى ولن تسعى أبدا لكي يكون هناك صدام طائفي أو خلاف طائفي لكن أصحاب البرامج المشبوهة الذين يعملون على جر البحرين لحالة من التصادم الوطني يجب أن لا ينجحوا تحت أي ظرف وتحت أي مسميات بالحديث عن حقوق الإنسان بعد أسبوع من الآن يفترض أن يصل فريق من مفوضية الأمم المتحدة ليطلع ربما على الاحتياجات أو على الوقاعة لتقييم الأوضاع في مجال حقوق الإنسان هل طلعتم على جدول أعماله برنامج هل ستلتقون به كجمعيات معارضة؟ بكل تأكيد سوف نلتقي إذا أوتيحت لنا الفرصة كجمعيات معارضة بكل تأكيد وهذا يفترض أن يكون على جندة المسؤولين هو تقريبا ثلاثة أيام أو أربعة أيام ستتمتد أيضا وصولا إلى العام القادم أعتقد في مارس أو ما بعد ذلك وصولا بالمفوضة العامة لحقوق الإنسان نافي بلاي للبحرين هذه الاجتماعات أنا أعتقد هذه الزيارات هي زيارات معدس ألفا مع وزارة حقوق الإنسان في البحرين وأعلن عنها في الصحافة وسوف تستمر وصولا إلى مارس القادم عندما تصل نافي بلاي وسوف يكون لنا حديث مع من هم موجودون في البحرين الآن أو من سيكون قادمين للبحرين في المستقبل لأن مسألة حقوق الإنسان لا تفترض التأجيل في البحرين أنا أعتقد كلما ترك هذا الملف كلما تراكم كلما تعقد أكثر على المعارضة وعلى النظام وبالتالي من الأجدى أن نذهب للحل السياسي الواقعي الموضوعي الذي يستند على الوقاع الموجود على الأرض تتأملون خير بهذه الزيارة للوفد الحقوقي للبحرين نتأمل خيرا إذا تجاوب النظام مع هذا الوفد لأن كثير من الدعوات العالمية التي قدمت للبحرين تم رفضها بكل أسف كثير من المحاولات التي قامت بها بعض الدول الصديقة والشقيقة تم أيضا قبرها قبل أن تقوم وبالتالي هناك حاجة لأن تكون بالفعل إرادة سياسية حقيقية لدى النظام لسحب البلد من مستنقع الانقسام الطائفي وأيضا الحرص على المستقبل الأجهال القادمة لأننا لا يمكن مثل شعب البحرين أن يذهب لا سمح الله إلى حالة من التصادم الطائفي لأن ذلك سوف يكون مكلف لنا كشعب ومكلف للأجهال القادمة ورأينا ما جرى في الكثير من دول المنطقة بما يتعلق بالتصادم الطائفي لعل أولها هنا في لبنان سنتابع الحديث ولكن اسمح لي بفاصل آخر مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ثم نتابع هذا الحديث عما يجري في البحرين مع ضيفنا الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي السيد عبد النبي سلمان لا تذهبوا بعيدا موسيقى موسيقى